أكد مدير عام أثاري أسوان وأنوبة عبد المنعم سعيد محمود أنه تمت الاستعدادات لاحتفالية تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبو سنبل ذلك يوم الثلاثاء المقبل حيث تم تجديد منظومة الإنارة والكهرباء كاملة بداخل وخارج المعبد وزيادة المساحات الخضراء حول المعبد مع تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا هذا وتشارك ثمانية عشر فرقة لألفلون الشعبية منها ثماني فرق عالمية وإحدى عشرة فرقة مصرية في تقديم الفقرات بساحة المعبد والمسرح المكشوف بميدان مدينة أبو سنبل بدأنا منذ أكثر من حوالي شهر أو أكثر التمهيد لهذا الحدث بالاهتمام بالنظافة الميكانيكية والكيميائية بالنسبة للنقوش داخل معبدية أبو سنبل تطوير منظومة الإضاءة داخل المعبدين توسيع الرقع الخضراء المحيطة بالمعبد بالكامل أيضا الجهات الأمنية ووزارة السياحة والأثار بالاشتراك مع شرط السياحة والأثار فيه هناك اهتمام بالنواحي الأمنية سواء في تطوير كاميرات المراقبة أو المنظومة الأمنية في جهزة الإكسري وغيرها كمان اللي احنا بنشدد عليه وبتشدد عليه الحكومة المصرية دايما انتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتعقيم قبل وبعد الزيارة بصفة مستمرة وده اللي احنا هنشوفه إن شاء الله أثناء التعامد في أبو سنبل يوم فجر الثلاث القادم بإذن الله